أشهد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو بمذاكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والمجر حول تعاون بين محطة الضبع المصرية ومحطة باكشتو المجرية وأشهد سيارتو بالخبرة المصرية في مجال المفاعلات النووية اليوم وقعنا على الاتفاقية التي في إطارها اليوم هناك مفاعلين نوويين مفاعل الضبع ومفاعل باكشتو أثنين أن يكون الفريق الذي يبني المفاعلين أن يكون هناك حوار بينهما حوار فني دائم بينهما وطبعا الطرف المصري متقدم علينا في مسألة البناء لذلك نحن نحسب حساب أن التجربة التي تراكمت هنا أن تساعدنا في تسريع عمليات بناء مفاعلنا في باكش وكذلك نحن أيضا نتوقع أن نكون هناك تكنولوجيات مجرية طبعا هذه التكنولوجيات معترف بها عالميا أن يمكن أن تساهم في بناء مفاعل الضبع هنا في مصر